اهلا السلام عليكم لغزالة كيف انتم وما ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير مع فيديو جديد او لروتين جديد البنات اللي يسولو يقولوا لي اسمعها فكبغينا روتينات اكيد حبيبتي الي سنرجع بالروتينات ليك يقول لي اسمع صافي الي خرج طلعنا في الراس بغينا شوية ديالروتينات وحشنا كيف النظر وحشنا كيف دارك كدري في كوزينك اهلا يخطيك الزين ديالي شكرا بزاف الدعم ديالكم كاملين كومانتيرات ديالكم كاملين ارى كن استقبلوهم بصدر رحمة وحق الله العظيم ميكان قرأ لي كومانتير ديالكم ميلاك يدخلو لي في قلبي بحل سمن العسل اهلا يخطيكم واول حاجة غادي نقول لكم ما تنسونيش من لايكاتكم كتشجع لي كذلك نحركوا شوية القناة بالبارتاج اهلا فيديو ديالي مع العائلة ديالكم وكلهم مرحبا بكم في القناة ديالي هنا اول حاجة لبنات سأبدأ معكم واحد الوصفة ديال الشعر هنا لبنات درت واحد معي القادية العسل العسل ما تكون شديدة تكون العسل زوينة درت معي القادية العسل ودرت تجوج مع القادية زيت الزيتون اللي تكون مفيهاش الملحة او لا تسخنوها واحد شوية باش ما باش إلا كانت فيها شي من حولها شي حاجة تزول سفي غادي نخلطها دو مع بعضياتهم وبعد غادي نمشي غادي نطبقهم على شعري غادي نمشي على شعري على لغاسين غير على الجذور فقط يعني غادي نحاول أنني نشقق غير جلدة ديال شعري فقط ما ندرهاش بصفة نهائية في الشعر ديالي أراكم كتعرفوا حاليا الصيف والصيف اشنو من بعد من مور ما كامشي ولا بيسين وكين فيه الكلور او لا كامشي ولا بحر والملحة والشمش والماء وهادي وهادي شنو غادي يولينا الشعر من بد اكيد غادي يولي تالف هادي يتجعد هادي ينشف غادي يتقصف غايت ضرر فأكيد خصنا نسوانيوه من بعد ما غادي ندخلو من داكل كونجي ديالنا نونك خصنا ضروري نديرو وصفات ليتكون طبيعية وخاة وخاة تمشي تديري وخاة ديري سوان ولا هذا أنا ماشي نقولكم ديرو ليسوان وكل شي ولهكين حتى يعني باش تتعالجي الزبا ديالك سيغطوه لك أنت متضرر وتعطيها شوية ديال حيوية تعطيها شوية ديال اللمعة تعطيها شوية ديال النعومة ترجع فيها الانتعاش والحياة خص ضروري الدومي بشي حاجة اللي هي طبيعية أنا راني كيف ما شفتم معي درت واحد السوان عندي في السنطخ اللي هو الزوين وغزال وكل شي ولكن قبل ما غادي ندير هكذا واحد البروتين من بعد ولا هذا ضروري ما ندير هات الوصفات طبيعية باش تغضى الضغبة ديال الشعر ديالي لان حتى البروتين ره سوا وكيساعد الضغبة باش ت يغضيها ويعطيها ذاك اللي فيتامين وداك اللي فيتامين الكافيين والكافيار وفيتامين باي سيس باي سانك يعني كين بزاف بزاف البروتين في بزاف ديال الحاجات اللي كيكونوا ضويني في الشعر هكذا هنا كيف ما كتشوفوا حاولت أنني نغضي بعد الجلدة ديال نشقق الشعر ديالي مزيال وان مامتون عادي ناخد الاخر الوصفة الثانية اللي غادي نديرها فقط الضغبة ديالي غادي نبدأها من لول ديال الراس حتى الاطراف الاطراف سيكونوا كينة بوانتو ذاك شي محروقين هاد الوصفة هذي اللي هي زيت ديال الكوكو وفيها واحد الكابسول ديال فيتامين ا يعني الاغلبية ديال هاتشي كيكون عندنا ديجاف التار اه اه خديتهم ودرتهم فشعر ديالي كامل بعد مشتهم زيان غادي نجمعه وغادي نخليه المددى شحال ما بغيت يا من صبح للعشية يا ربعة ساعة يا جو ساعة يا ساعة شحال ما قديت تخليه غير خليه انا خليته حتى سليت الشقة ديالي كامل عدك ساعة مشي بدوشت وغسلت شعري وكذلك بعد ما غسلته هذا درت له سوان واحد اخر ديال الماسك اللي ديجاف شفتوني درته معاكم البارح في الصندق حتى هو درته لأنه جالوقت اللي غادي نعالج فيه الزبا ديال شعري واخراني بغا نصبغه لأنه تفتح وعطاني واحد لغو خصني ضروري نصبغه وفي نفس الوقت كنحاول أناني نغدي لأنه ميمكنش نبقى دك ساعة غير نصبغ وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت كنحاول أني نصبغه بوصفة لي وما طبيعيين في نفس الوقت نصبغه لأفضل نصبغه في نفس الوقت نصبغه ما نصبغه بإذن الله لكي نكمل السوان دياله هذه كنحاول البيض بعض الشعر في نفس الوقت نقول خلي على ما يدخل الخريف إن شاء الله بإذن الله ونكون بعد أعطيته واحد لوقيسة ديال الراحة من دك كي قلت لكم دك البحار ودك الشي سوف نشارك معكم تخمال أو الروتين ديال هاد النهار كيف ما عارفين أنا ديجا بعد ما جيت من صفر ما وصلت حتى الشي 12 ديال الليل فاش وصلت لقيت الدنيا كلها عندي حالتها بالعجاجة الأرض كحلى رغم أنني قبل من صفر سديت كل شي كوشي سديت يعني ما خليتش واحد تطاق من صفر ديال العجاجة ولكن ما لغزمه ما عرفتش كيف هاش تارت ودخلات فاش دخلنا لقينا الدر هكاك ضروري كان خاصني ننفض واحد شوية ونصيق البلصة اللي غادي الناس فيها بحيث أنني ما غاديش نقدر نصوب الطر ديالي كاملة باش كل واحد يشتبيته ولا هذا صوب صغير السيجور وهمو يمسفلي كله تصيق ولكن صوب صغير بلصة ديال السيجور يرئي صوب صفي الناس نقول لكم راكونا فرش نغيف الأرض وهذا وبالقال قضية النمل ده بان شاركه معاكم من بعد ان شاء الله بإذن الله سافي هي هاديك يعني ما لقيتش كيندي راح عاد النود وعاد نهز تحت الفراش وتحت الطبالي ونزول ذاك شي اللي عندي وذاك الروينا اللي عندي تشغطو قاريش فين ما كانت شي لعبة ولا شي تلي كومود ولا شي ورقة ولا شي تليفون يلبلها قدامها كتقبطها ذاك شي وكتحشيه تحت الفراش تقبط ذاك شي وتحشيه تحت الفراش ما كتحمش وشو شي حاجة كتدور قدامها كتخملي ولكن كتعاون ماماها بتمارة كتاخدك شي كامل اي ما كتحملوش تشوفو قدام عينيها ولكن كتغطر إلي مشات لك شي حاجة عارفي هارا تحت الطبالة بزطام اي حاجة مشات لك عارفي هارا تحت الطبالة كنمشول تحت الطبالة ذاك الحاجة اللي كان قلبو عليها كل قوات تحت الطبالي يعني تحت الفراش انا يقدر عنينا للبل بوم بيرس حي توالو قاتلك والو نونيك حل العيون واش تلبس شي حاجة كي يجيها كتبقى هارتي كي تلد كانت تحويلها لكي تزول في مجردها وكتبقى هارا تدير وجيه تسمى هارا تحويلها لكي تغوط تكنزولها عاد كترتاح موني قلت لكم مالالله دبا هناخده ما كان خملوية قدامتل تم وانا راني درت شوية ديال الدوع تحت من الفراش على مسبت دكع قرب الريح ولا هديك وعلى دائما تدير الدواء أو هذا وعلى الوقت بقيت لديها أعلى لما ينشفه الطبالي أساعة عاد مهم وعلى فضايحة أخصائها أقل الدوش من جوجة ثلاثة المرات في النهار من جوجة ثلاثة المرات وقال بالصد والله أعلمون أن ترجع لها وصيغتون أقول لكم أحد أشخاص هنا وسبحان الله في النهار الحرارة قل من فاس يعني فاسرة كنت تمة كانت ستة واربعين خمسة واربعين سبعة واربعين أربعة واربعين درجة اللي كانت تمة هنا فجيت للنهار لقيتها تعد وثلاثين وبدأت تهبط حاليا تبردت واحد شوية ولكن أعتراك إنه واحد الخنقة الفاس وخياني كانت درجة الحرارة مرتفعة وحتى كنت في مراكش ما كتحسيش بالخنقة ما كتحسيش بالزمت كتحسي بالصد بحالة تلقي لك سيشوار ولا تشوفه في الزنقة وحتى في قلب الدار يعني كتحسي غير بالصد الصد 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 كتحسي براسك مرخية وصد ولكن هناك كتحسي بواحد الخنقة وواحد العياء يعني ما قد تديري والو وفي نفس الوقت تتخنقي ما قد تقديش تطلعين نفس لا أعرفنا ماذا حول البلاد البحر لا حدث يعني الصد صد وواهر الوطن المهم نعود إلى الموضوع لن يتركست ومشي تسوبت كذلك السرجم حتى هو من ذاك الغبرة مسحته وصلت له هذا دياله ومشيتها كسيقة الارض باش عاوتاني الخدادي في الارض خصت تكون الارض مقيقية ميتو ثخوريش الخدادي ذاك الغلافة داخلاني وذاك الشي وأكيد بالمساندة ديال زنوبة اللي غادي تعاوني حيث حالة دي كانت شافتني مروة كانت ممشتش المدراسة كنظن يمكن ما بقيتش عاقلة موين ما كانش زينب ومن بعد فجهت زينب قالت لها مروة رمام أراني كنت كنعاون ماما في الخدادي ولكن ما ما قديتش ودابة زينب بغادير زعمة بحال مروة حيث غير مروة ما كانتش كانت وخاي يعني كتحاول أنها تدير لي الخدادي في الغلوفة ديالهم ديال تلامط ما كانتش كتقدر يعني جوها قاسحين دابة زنوبة جتها هي مسكينا كتعاوني ولكن ما قدتش حتى هي تصوبهم 100% ولكن كومم كتحشيهم الداخل كتخليني آنا نكملهم يعني آنا نحاول أنني نقدهم ونسدهم يعني لا يخطع لنا وليداتنا كيعاونونا وسيغطوا البنيتات لنا رغموا كيعاونوا والديهم ولي عنده أكيد الوليدات ياربي شوفوا على المراتب سواء كان وليدات أولى بنيتات لا يخليهم لنا ولي ما عندهاش ياربي يطلق حزامها ويسهل عليها ويعونها ويعطيها ربي سوف نقل لكم باش تفرح سوف نبدأ بالطلمات بالنسبة لهم طلمتات اللي كنت أنا فصلت دجارين تشاركتهم معاكم هدو ما اللي كنت فصلت بالنسبة لها طلمت هدو البنات 30 درهم دجارين يقولتها لكم حاجة زوينة اللي كتعجبني فيهم هو أنهم سب ورد ما كيوقع لهم والو ما كيكشفوا موالو السيد اللي كناخد من عنده دائما كانوا اللي نعود ناخد من عنده لأننا عارف راسي شون كناخد سواء سبنتيهم حتى جد المرات في السيمانة سواء ارتيلهم جافل ما كيوقع لهم بصيفة نهائية حتى شي حاجة غير أنا ما زال ما جربت جافل في اللوانات المغلوقين حتى ذاك اللي كان عندي بحال الشكل ديال الحمار ولا داك القرعي ولا هذك حتى ذاك كوز كنديلو شوية جافل ما كيوقع لهم بصيفة نهائية حتى شي حاجة يعني هاد طلمتات فنين كيقوت لكم ديال تمارا وديال اللي عندها الوليدات صغارين واللي عندها الوليدات كي يبغيوا ياكلوا بيديهم سواء انا من نوع البنات اللي كان نخلي بناتي ياكلوا كيف معجبهم سواء قد اريج يعني اريج رميم كلكيش تقولي لا لا ولا هدا وخا اراها كتبغي انك تقريلسيها في الكرسي دياله وتقولها كولي هنا ولا هدا ولكن خصوم ضروري تعلموا ياكلوا كيفما هما بغوا ويحاولوا انهم يقيسوا الحاجة بيديهم كيفما هما بغوا ويزول الحاجة ويمشيوا مثلا كتكون تليفزيون مشعولة في عروسهم ولا شي حاجة كاتمشي باش او هي في اديها شي حاجة وكتوصل الى تمامة كتقيس الكفط الميطة وبلاهد شي كامل انا نقول لكم اي حاجة واحدة كتكون مثلا كتأخذ البيبون دياله كتشبع كيبقالها واحد شوية فتك البيبون شنو كتدير كتقبطها وكتقلبها على فمه وكتقى كتبرك فوق من الطلامة ودهك اللحلي بقوله كيخرج من البيبون فوق الطلميطة يعني انتراي صغار ما عندك يمدز يعني تزولي لهم ولا تقول لهم الا ولا تشغطوا مازاين صغارين قد اريج رمك يعرفوا حتى شي حاجة مازاين عاد كي تعلموا وكاس عرف رأسها بانها هادك شي اللي كتديرها ما خصاش تديره لانا مبعد كدير لك يعني عارفها بانها هادك خها ولكن ما عندها مدير هي كتتعلم يعني خصت دير الحاجة باش تتعلم وبما انا كين هاد شي فما غديش نقدر انا نمشي بطل طلامت اللي كانوا عندي بشي طلامت اللي هما غالي هزا غيدا يدرني قلبيه لشوم كي تكرفصوا وشوتوا بلاسة ديال الماكلة بلاسة ديال الماكلة ديال تكرفيس ديال القلاس ديال هذا يعني من الاحسن ان الواحد يمشي يشري طلامتات رخاصين واللي غي يصبروا معاه على تكرفيس وعلى تصبينه على هذا هادوك يقتلكون بتلاتين درهم صب ورد وحتى الكاليته ديالهم زوينة يعني ما تخافيش عليهم انهم يهدك يتفزروا ولا أبدا المهم هنا البنات انا بديت بالطلمات انا فشفت هاد النوع ديال طلامتة البنات صراحة عجبتني لك ولغ ديالهم جاتني هكذا مفتوحة وعارفين بان انا كنت واحد المرة بدلت وحاولت انني ندير واحد اللي غي يكون مغلوق تاك القرعي ولا تاك القرفي ولا ما نعرف اللي كنت درت وبحالي لا بحالي لا غمق لي السيجور بحالي لا جا ما عارف جا في شي شكل ما عجبنيش وما زعمتش على انني ندير لوانات اللي يكون مغلوقين نقدر من هنا لفوق نزعم ولكن حاليا صافي منيش هاد عشقتهم عجبوني قولت ضروري ناختهم فادك الوقت هالي كنت كتشوفوني هزا اريدو كنجبدو هكا في الجنب هاد اريدو ديجا كان عندي ابنتش حول هدي من قبل ما نرحل من من ضاري القديمة جاتني ايجليسا شي شوية بحالي لما غادي تخرج من من دك السيجور رومي غادي يخرج منه مهم جامبين باللي رومي قلت انا ديجا عندي هاد الراق علش لما نستعملوش حاليا مشيت جبته وبقيت كنقلب على هادك الجناب ديال ديال الريدو هادو كلي كيتعلق فيهم الريدو ديال الجناب وما عرفش فين حامت بيهم يدي عيت ما نقلب عليهم ملقيتهم مش وفي ذاك الوقتها كنت كنت كنجمع جمع 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 وقلت لزينب زينب وشفتي هادو كلي كنت شدو بيهم هكا باش عاد فهمتني قلت لي اراني شايفهم في شي بلاسة الفوق تلاسي ريشو فيلي ساعة وخمشة وشافت ملقاتش تكشي اللي اللي كنت كبضن غادي كنت سمه موين ماشي مشكلاني ديبانيتهم حاولت انني نقلقهم غادي بانيتهم وصافي على ما نكون كندير شي حاجة ولا كنقلب علي حاجة واحد اخرى ولا كنرصي حاجة واحد اخرى ويطايح وذاك ساعة تفيد ديالو كنك تعرفوا الحاجة اللي قلبتي اليهاك وتقولك حرام مواش تلقيني سافي قلت لكم وهذاك حاولتني مسكينة هي في الاختاديو ذاك الشي حاولت انني انا نقادد كل شي من هاداك وصافي وغادي نبدا هكذا نجب الطلامت لانا انا كنت يلا غير درست الطلام هيتا وصافي مازال ما قديتها موالو عاد غادي نصوبها نقادها وذاك ساعة تقولولي انتوما لابنت الرأي ديالكم في طلامت مهم ارا هالالاضواق لا تناقش كل واحد شكي عجبويا كل شكل واحد شكي عجبوي لبس كل واحد شكي عجبوي يزيد في دارو غير هو كيقول لك كل بشوته كل بشوت الناس يعني الواحد ابني كيبغي يشري شي حاجة اولا كيشري شي حاجة كيبغي يعرف رأي ديالو حد اخر يعني ضروري كيبغي تشاوارو لهذا يعني انا وخشريتهم عجبوني وعشقتهم رأي انا بعدها عشقة من لالا وخا عشقتهم وعجبوني وهذا وخا كي كان بغي نسول واش عجبكم واش هذا حيث اكيد الا قلتولي اه راجازوين وهذا هذي يزيد يعجبني اما يلعيب تولي را غادي طلعلي في الراس وكي قلتلكم انا ديجراني عشقة من لالا غا هو غا يطلعلي ضغية ضغية في الراس ايوه مهم بالنسبة لبنات هذو الخديديات الطوالين كيف ما شفته هذو كران يدرتهم بذلك اللون المارون باش يجيوني اصغتي مع مع ذلك البوفات ومع صدادر باش مغلفين وفي نفس الوقت حتى مع اللون اللي خارج ذلك القوي خارج من من طليمطات البنات اللي غادي يقولولي اسماء لوك كوتي درتلوا ايني اللي يعني اللون يكون ايني ما يكونش ما يكونش في هاد كثرة اللوان او لازواق او لا هذا اقول لكم ديجر هذو اللي كان عندي راكم ديجر شفتوني مي كونت كان زولو في الودي يلا فيديو اقول لكم را كان سامبل يعني بغيتش شوية انا نبدل بغيت نخرج عاو تاني من ذاك من ذاك السامبل وما في لازواق الوال وفهمتوني شنو بغيت ندير يعني عاوض بغيت نبدل عاوض نعطيش شوية ديال الحيوية لهذا الساجوخ مهم ضروري تقولولي رأي ديالكم وشي عجبكم او لا لا رأيكم صارح عادي نغمل را بحل مي كان كل شي حاجا تقولي را عجبتني او لا ما عجبتني شعا عادي ما غديش يطلع لي الدام ولا اه لان ديجر اقول لكم على اني من بعد ما نقوليش نعود نرتكب شي خاطاء الى شوك ينا شي خاطاء نحاول اني من نقوليش نعاود نرتكب ذاك الخاطاء اللي غن يسقولولي اكيد ونشوفو اه مي مهم حاولت اني نبدل كي قلت لكم 330 درامس بنورد وينين مبردين وهذا ما كان هنا البنات لقطعة دامك هتلعب قبلها راكت كتشوف هنا احنا ختميك نصوبويا كتشوف هناك تقويادو ما عرفشنا ختميك يديرو تاسه لينا عاد بنات كتدور على السيجور كتدور على السيجور كتشوف الجديد وخاه يا را أصلا را ما زالنا مسكينة يالله ضيفة يالله ما زالها ضيفة عبتي سبحان الله كنقصو تحت كتبسمعنا لتحت طلعنا لفق كتطلع لفق كنها بطول تحت كتها بطول تحت سبحان الله كتبغي له نيسا كتبغي له نيسا بحديثة المهم هذه النظرة العامة كيف ما كتشوفو على السيجور هكا كي يجيب على هات الشكل كنتمنى أن هنا الإعجاب ديالكم وكنتمنى أنكم تقولوا لرأيكم الصريح لك نساوي الشرائي الصريح ترجمة نانسي قنقر 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 اسمي الجنس نحن المستقبل مجرد نطبق اذا ستجد ان يمكننا أن نقوم بخلط فإن أخبرت مرات نقوم بعمل بالقدم دعنا بشكل مرات نجد قريبا ما سنقوم بفعل نحن مراتي سوف نشاركها معكم سالة وبنينة نأخذ بصيلة ثومة نستطيع الى المحكاة الرقيقة نعطب محمد ثم نجرود مضوعة نضيف من الحديث مضيف نضيف مطعه نضيف من المجد نضيف مزحة لما نضيف مرات يجب أن نضيف الملحة و الزيت الرومية نضيف الملحة و الزيت الرومية نضيف الملحة حتى أتضف البصلة نضيف ملاقف صلاة بالطبيع نضيف صوّيس نضيف الملحة نضيف الكرام هو لضيف desarrollo حيث انا كنت حمقني بالكفتة لانا ولا ابني تاتي سينو ما بغيتش دير الكفتة و بغيتي تدير غلاسه ما بغيتش دير الدعمة ديال بنا ديال بكتيرها كينا ما بغيتش ما تديرها اشتفاديها سافي غادي ندير هاتشي كامل و غادي نلوح الكفتة ديالي و غادي نحاول اناني ننخلط وخا غادي نخلط مغا تفرتت لي موالو كيف سوف تفرت التموال و حيث لا يوجد مشكلة سوف تأكلها بالخوبز و لا شيء سوف تأكلها في سباكتي سوف تكون مفرتت الكفتة لا يوجد سوف نديرها كوحد جوجلة ثلاثة ديال ورقة سيدنا موسى و سوف نتقلها على خطر خطرها سوف نأخذ السباكتي ديالي من بعد ما تكون تطابت لي و سوف نخلطها مع هذه الكلاسوس وبصحة و سوف تأتي بنينا 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 يكونوا بزاف ديال البناس سوف يكونوا تقريبا بنفس طريقة ديالي سينو كديروها بشي طريقة واحد اخرى كنتمنى انكم تخليوها لي لتحت في كومنتر باش نجرب حتى انا الطريقة ديالكم يلا الغزالة ديالي هنا وصلت للثالي ديال فيديو كنتمنى لها فيديو ديالي يوم تل إعجاب ديالكم لا تنسونيش من لايكاتكم كومنترات ديالكم الزوينين و خليولي بس 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 ديالي لايكات الجالية خليتلكم راح تلاح تنطلقوا ان شاء الله فيديو الشاي ان شاء الله موسيقى 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 شكرا